لأي مشروع أو هدف تعمل تلك البنادق وما الغاية والدافع لتلك الأفواه وهي ترفض الاحتلال الأمريكي للعراق وكأنه وليد الساعة وليس هو ذلك المستمر منذ نحو 16 عاما بل وجاء بمن يرفضه اليوم إلى سدة الحكم تتجول الأرتال الأمريكية طولا وعرضا في البلاد وتنشئ قاعدة هنا وأخرى هناك من دون استشارة الحكومة في بغداد ولا إبلاغها على الأقل وبصرف النظر عن أحاديث السيادة المزعومة والاتفاقيات الورقية يظهر شبح في الأفق إنه الصراع الأمريكي الإيراني على الأراضي العراقية وهو بنفس الوقت اختبار لإمكانية حكام البلاد الجدد على موازنة حليفين خصمين تتحد مشاريعهما تارة وتفترق تارة أخرى لكن بدى مشهدا لحكومة هشة وهي تحاول الموازنة بين نفوذ كل من الولايات المتحدة وإيران بحسب صحيفة The Economical Times الهندية معالم الهشاشة تبدو جلية في ضبابية الإفصاح الحكومي عن حقيقة ما يجري فلا هي قادرة على كبح جماح إيران ووكلائها المتنفذين وهم اليوم في البرلمان والحكومة ولا هي بحال يمكنها من مساءلة الولايات المتحدة عن غايتها أو حتى جداول زمنية لانتشار قواتها في العراق الصحيفة أدرجت مشروع قانون لنواب في البرلمان يحدد موعدا نهائيا لانسحاب القوات الأمريكية ضمن السباق الأمريكي الإيراني في العراق للرغبة التي تحركها الجماهير لافتة إلى أن الأحزاب الموالية لإيران اغتنمت فرصة التصعيد الإعلامي بعد زيارة ترامب الأخيرة دون إعلام الحكومة خصوصا وأنه لم يلتقي أي مسؤول حكومي فوصفت المشهد بأنه إهانة وانتهاك للسيادة العراق اعتبارات كثيرة فرضت نوعا من التعايش بين النفوذين الأمريكي والإيراني في العراق لكن مع التغير الظروف أضحت المسافة بين الطرفين غير منظورة فثمت من يعتقد أن إيران تصر على حسم المشهد العراقي لصالحها بالكامل مقابل تحركات أمريكية مبهمة الهدف والأيام كفيلة بكشف الضرر الذي سيلحقه الطرفان بأهل الأرض العراقيين بعد كل الذي أصابهم من الاحتلالين مقابل تحركات أمريكية مباشرة